الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد لله الذي عم الخلائق رفة وحنانة تجرياه بالخير منفرة فتنبت الأرض أشجار وأرصان وشمس تأوه بالدفء ما دامت الدنيا قرونا وأزمانا خلقنا للمتفط نبتت غير الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا وأتينا إلى الدنيا ولم نعظم ما حولنا والغيب ثمانا زنوب وآزام نفعلها عمداً وخضأاً ونسيانا فإذا ما وردت قوتك يوماً فتذكر وقوفك يوم العرض عريانا وحمن لدار ودر القطوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها زهب والمسط دينقها والصعفران حجيز نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيحاً في مجاريها فمن يشتري الطار في الفردوس يعمرها بلقعة في فمار الليلي فيها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النور وله الحمد وهو على كل شيء قدر وأشهد أن محمدًا عبده من الصالح وصفيه وخليله وأمينه على وحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتف الله به الهمة وجاهد في سبيل ربني حتى آتاه اليقين ألا بحث أرصيكم ونفسي بضب الله حيث يقول لنولى عز وجل في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله لنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفسهم ما قدمت لغضب وابتقوا الله إلا الله صبير بما تعملون ولا تقولوا بالذين نفس الله فألساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنفلنا هذا القرآن على جبل لما أيدهم خاشعا متصدعا من حشة الله وذين الأمثال مضربها للناس لعنهم ينفطرون يا أيها الناس اتقوا واتقوا إن ذنسلت الساعة بشيء عظيم يوم طرمها تسعى لكل مدعة عما أرضعت وطرع كل ساعة حمل حملها وطرم الناس سدارا وما هو بسدارا ولكن عزاب الله شديد صدق الله العظيم أما بعد سوف نتحدث اليوم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلف الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيت السيدة ميدونا رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجمعه زوجاتي فجمعه الزوجات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنون لي أن أمطل في بيت عائشة فقلنا نأذن لك يا رسول الله فأراد أن يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماذا أحل بنصول الله ماذا أحل بنصول الله فتجمع ناس في المسجم قل تلأ وتزاحم الناس عليك فبدأ العرب يتصدف من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت السيدة نعائشة رضي الله عنها لم أرى في حياتي أحدا يتصدف عربا بهذا الشكل كنت أقص بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنصح بها وجهته لأن يقول النبي أطمع وأطيق من يدي صلى الله عليه وسلم فأسمعه يقول لا إله إلا الله إلا للموجر سقرا لا إله إلا الله إلا للموجر سقرا لا إله إلا الله إلا للموجر سقرا اللهم أهو علينا سفراتاً وضياء في العالمين فقصوا النغة في المزل إثباثاً على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقالوا يا رسول الله يخازون عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمدوني إليه فأراداً أن يقول فما استطاع فصطوا عليه سبع قرب من الماء حتى يصير فهمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المنوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها النار كأنكم تخاصون عليك فقالوا نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها النار موعدكم معي ليس الدنيا موعدهم معي عند الحول وبالله لكأني أنصر إليه من مقامي هذا من الوحي لله لا 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 أيها النار أيها النار والله ما الفقر أخشى عليكم ولا بني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فنهلككم كما أهلكتهم أيها النار أيها النار الله الله في الصلاة الله الله في الصلاة أيها النار أيها النار اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء أصيقوا بالنساء خيرا أيها النار إن عبدك خيره الله سبحانه وتعالى ما بين البقاء في الدنيا وما عند الله فاخترر ما عند الله فانفتر أبو مكر بالبكاء وعلى نحي بيه فوقف وقات عن أبي صلى الله عليه وسلم وقال فدئناك بآبائنا يا رسول الله فدئناك بآبائنا يا رسول الله عليه الصحابة فلئناك بأمعاتنا يا رسول الله فدئناك بأمعاتنا يا رسول الله فدئناك بأرواحنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فديناك بأموالنا يا رسول الله فديناك بكل ما نملك يا رسول الله سلسل ما كان بالصلاة على الحبيب اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على أستاذ الوجود ومعلم الفترية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنفر الناس إلى أبي بكر كيف ينقاطع النبي صلى الله عليه وسلم فأقص النبي صلى الله عليه وسلم يدافع الأبي بكر قائلا أيها الناس دور أبا بكر فما منكم من أحد كان له عندنا من صدنا إلا كافأناه به إلا أبا بكر فلن أستطع نكافاته فنرد نكافاته إلى الله عز وجل كل أبواه الذي يدسل إلا باب أبي بكر الله يدسلتها أواكم الله حفظكم الله نصركم الله سبلكم الله رعاكم الله أيدكم الله أيها الناس اقرأوا مني السلام وقلنا من تبعاني من أذنتي إلى يوم القيامة وحمل مرة أخرى إلى بيتك وبينما هو هناك دخل عليها أبا الرحمن أبي بكر وفي يده سوار فصف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السوار ولكنه لم يستطع أن يقلبه منه من جدة مرض ففعلت السيدة عائشة رعي الله عنها من مطرة النبي فأغزت السواره من عبد الرحمن ومضعته في فم النبي فلم يستطع أن يستعدمه ويقال النبي صلى الله عليه وسلم قل من آدم خطاء وقلوا خطائين الدوابين يا رب يا الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله الحمد لله وكفاء وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفوا أما بعد وقبل سبيل صلى الله عليه وسلم نظر الأخرى إلى بيت وبينما هو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سوار فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينصد إلى السوار ولكنه لم يستطع أن يطمه منه من جدة مره ففائمت السيدة عائشة رضي الله عنها من نظرة النبي فأقزت السوار من عبد الرحمن ووضعه في فر النبي فلم يستطع أن يستاكبه فأقزته هم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تليله بثمها ثم رضته للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان آخر شيء دخل جوش النبي مريق وكان هذا من فضل الله عليه أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت ثم دخل الصاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل البهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع القيامة من جدة مره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها بينا عينيها كلما دخلت إليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أصولها فضعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبقه ماذا قال لمن لبيه قالت قال لي في النطرة الأولى يا صاطمة إني يميز للليلة فبقيت فلما وجدني أفكر قال لي يا صاطمة أنت أول أهلي لحافا بي فضحك فقالت السيدة عائسة قلي الله عليه فقال لي نبي صلى الله عليه وسلم أخرني من عيني في البيت وإذنوا مني يا عائسة فنمى النبي صلى الله عليه وسلم على فضل زوجته ويصعده في السماء ويقول بل المفاق الأعلى بل المفاق الأعلى بل المفاق الأعلى فقالت السيدة عائسة قلي الله عنها فعليت له أنه بخير ثم دخل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ملك المفاق الأعلى يستغسن عن يدخل إليه ومستغسن على أحد من قبل فقال له نبي صلى الله عليه وسلم ائذن له يا جبريل فدخل من قبله فقال يا رسول الله أرسلت الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البطاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل المفاق الأعلى بل المفاق الأعلى بل المفاق الأعلى فوقف من قدمت عند روح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله أخرجي إلى ردم من الله ورسول الله ورب غاضب غير مقبام فقالت سيدة عائشة رضي الله عليه فسقط راس النبي على صدره وسقط ديد النبي صلى الله عليه وسلم فلم أدري ما أفعل فما كان منه إلا أن أبدأ بابه الرضي الذي يقول على الإجارة المجد فخرجت على الإجارة المجد وقد مات رسول الله مات رسول الله مات رسول الله قد مات رسول الله فهذا علي بن أبي طال أقعد فلم يقدر أن يتحرر وهذا عثمان بن عفهان قصطبي يأخذ بيده لينا ويصرر وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال من قال أن محمدا قد مات خسط راسا إن محمدا لم يموت باتذهب ليغاء ربيه وسيعونه وسأفضل من قال أنهم قد مات فكان أثبتهم أبوه فأفضل على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ نبه وقال وصاحبه وصاحبه وخليله وخليله وصفيه ونبيه والبيه وحبيبه وحبيبه ثم قلت تبت حياً وتبت بيتاً يا رسول الله تبت حياً وتبت بيتاً يا ابن عبد الله طبت حياً وطبت بيتاً يا رسول الله طبت حياً وطبت بيتاً يا ابن عبد الله ثم قال أبو بكر أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قال ما ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت بل وحد الحي الذي لا يموت اللهم إني داعي فأمين اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين اللهم صلي على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صلي على سيدنا محمد في كل رب الوحيد اللهم صلي على سيدنا محمد في المرأة الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا علام الغيوب اغفر لنا السنور وافكر لنا العيوم اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اتعلم فإنك أرد من الله ولا تحزن فأنت علينا قادر اللهم اهدنا من الضلال إلى الوشق ولكن من كل ذيق المنبل اللهم اهدنا من الضلال إلى الوشق ولكن من كل ذيق المنبل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم وتفضغنا من بعده تفضغا معصوم ولا تجعل فينا ولا بنا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الممينين والمؤمنات الأحياء فيهم والأموال إنك سبيح قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوة أن يكون للدعوة في العالمين آمين آمين وأكد الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين هدابة مضرورة